عن غير قصد ولكن أحد أساتدتها علق عليها بقوله إنها معارضة لقصيدة كعب فقلت حسنا فلتكون وهذا ما حدى بي إلى أن أفرض لها من وقتي ما تستحق حتى جاءت على الوجه الذي دفعني إلى القول إلى هذا الحد لا زيادة فلقيت هذه القصيدة من الاستحسان ما حملني على أن أطرق هذا الباب مدمنا فكانت القصيدة الأولى بانت سعاد فما للحزن تمهيله الدمع منسجل والجسم مهزول في مئة بيت والقصيدة الثانية أمن تذكر والقصيدة الثانية معارضة لقصيدة كعب البصيري من تذكر جيران بدي سلمي مزجت مزجت دمعا زرام مقرة بدمي أقول في مطلع القصيدة يا شاكي الباني كم في البين من ألمي شكواكا تنساب لحنا ضافق الألمي أما القصيدة الثالثة وهي حدوت فيها حدوى البصير في همزيته كيف ترقى رقيك الأنبياء وقد وصلت هذه القصيدة إلى الفين بيت وواحد ثلاثين ومن القصائد التي عارضتها قصيدة ابن الونان وهذه القصيدة المسمات بالشمخ مقية يقول في بدايتها مهلا على رسلك حادي الأينقي ولا تكلفها بما لم تطقي فطالما كلفتها وسقتها سوقا فتن بحالها لم يشفقي وهي قصيدة من مئتين وخلصة ستين بيتا وتحد ابن الونان الشعراء على أن ياتوا بمثلها فخطر لي ما حملني على كتابتي قصيدة قصيدة حديقة الرياحين في سيرة سيد المرسلين في خمس مئة بيت أستهلها ببيتي ابن الونان مهلا على رسلك حادي الأينقي ولا تكلف بما لم تطقي سيرتها ملوحا بمجلد أعديتها لمن به لم تلحقي أو جفتها أو حفتها أرهقتها يليتها أيا ليتها في سيرها لن ترهقي رفقا فلا ترمي بها في مجهلين رفقا بها فالخير في الترفق إلى آخر القصيدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر